ليس ببعيد عن قاعدة حميميم مشاهدين الروسية هذه القاعدة الواقعة في ريف اللاذقية شمال غرب سوريا استهدفت غارات جوية قيل إنها إسرائيلية استهدفت أهدافا ومواقع حساسة بالنسبة للنظام السوري في تطور لافت لم يسبق وإن كان على هذه الوتيرة من التصعيد ولتوقيته أيضا دلالات ورسائل قد توضح جزءا من المشهد الميداني للمنطقة في المرحلة المقبلة المعلومات الأولية أفادت بأن القصف استهدف مواقع عسكرية بينها مستودعات لتصنيع الصواريخ المضادة للسفن وأيضا مناطق مدنية بينها الحفة ورأس شمرة جغرافية الضربات وأهدافها يشي بأي قواعد اللعبة الإسرائيلية في سوريا قد تغيرت وليس خفيا أن محافظة اللاذقية تعتبر ضمن النطاق التشغيلي لمنظومة الصواريخ الروسية S-400 وأيضا منظومة S-300 بمعنى أن الصواريخ التي استهدفت أهدافا للنظام السوري مرت من أمام أعين الروس محللون السياسيون إسرائيليون يقولون أن ضربات المناطق الساحلية هي رسالة موجهة للرئيس بشار الأسد قبيل الانتخابات الرئاسية بأن عليه وقف التموضع العسكرية الإيراني في سوريا وأن باستطاعة إسرائيل الوصول لأي مكان في سوريا التي تتموضع فيه إيران عسكريا وهناك رسالة أخرى للقصف نقلها موقع الحرة وهي ترتبط بأن إسرائيل حصلت على معلومات استخباراتية دقيقة جدا لكل ما يصل من إيران إلى سوريا فالتقديرات الحالية في إسرائيل تفيد بأن القصف طال أهدافا وأسلحة وصلت عن طريق سفن إيرانية حيث تم تخزينها في مستودعات في منطقة اللاذقية المنطقة المستهدفة تتواجد فيها غالبية الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد هذه أيضا رسالة أخرى بأنه ليس هناك أي حصانة لأي سوري في حال أقدم على مساعدة إيران رأي آخر يقول أو يذهب إلى الضربات بمجملها تستهدف مواقع يتواجد فيها خبراء إيرانيون وليس الوجود البشري الإيراني فإسرائيل ليست منزعجة من الوجود البشري الإيراني في حال بقائه تحت الخطوط الحمراء المرسومة له